اشتركوا في القناة والاربع الرابع عشر والخامس عشر من اغسطس الفين وثمانية عشر كان يوما حافلا بنشاطات بالنسبة للوفد القطري الذي يزور البلاد على مدى ثمانية واربعون ساعة حيث جاء هذا الوفد القطري بقيادة السفير طارق بن علي فرج العنصاري مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية بهدف التباحث مع المسؤولين الشاديين حول مجالات الشراكة التعاون وامكانية فتح فرص للاستثمارات القطرية في جن بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية هناك ارادة سياسية قوية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني عفظه الله امير البلاد المفدى واخيه فخامة الرئيس دريس ديبي لتفعيل العلاقات المشتركة ولذلك ان هنا بتوجيه مباشر من سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على رأس وفد كبير مكون من جهات استثمارية وتنموية واغاثية وجمعيات خيرية وجهات معنية بالاستثمار وبالثروة الحيوانية وبالزراعة والامن الغذائي وما الى ذلك وخلال نشاطاته التقى الوفد بكل من وزير البيترول والطاقة بوكر ميشيل وزير الطيران المدني والارصاد الجوي العميد طيار محمد روزي وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص يوسف ابا صلاح وقد تباحث الوفد مع كل هؤلاء المسؤولين سب المجالات التعاون وامكانية تمويل المشاريع الوطنية وفتح قنوات جديدة للاستثمارات القطرية وايضا كيفية المساهمة في ترقية وتطوير الكوادر الوطنية شهاد دولة الشقيقة تتمتع بثروات كبيرة ثروات زراعية بنية قطاع في التعدين هناك ثروة معدنية كبيرة ثروة حيوانية كبيرة هناك فرص كثيرة للاستثمار في هذا البلد الشقيق رئيس الوفد القطري السفير طارق بن علي فرجل عنصري اضاف ايضا بان هذه الزيارة جاءت بتوجيهات مباشرة من قبل الامير المفدى لدولة قطر سعد التميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في ظل العلاقات القوية التي تربطه بفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة ادريس جبيتنو من اجل تعزيز تلك العلاقات العزلية والمتين بين قطر وشت الزيارة التي قام بها الوفد القطري بكل من غرفة التجارة الصناعة الزراعة الحرف اليدوية والتعدين سيسيما والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات آني كان يهدف الى التباحث مع المسؤولين بتلك المؤسستين حول مجالات التعاون وإمكانية فتح عفاق جديدة للمستثمرين القطريين وعرباب العمل الشاديين بالإضافة الى إمكانية تمويل المشاريع الوطنية الخيرية والتنموية لمسنا أن هناك حقيقة انفتاح وتعطش شديد موجود إيجابي في جاد لتلقي الاستثمارات الخارجية والفرص التعاونية المشتركة وهذا أمر مشجع جدا وكانت المشاورات صريحة فيما يمكن العمل عليه الآن فيما يمكن دراسته لاحقا وفيما يمكن استكشافه وكيف يمكن أن نستحدث لجان مشتركة مستقبلا من أجل تفعيل العلاقة وإعطاء الدفع السياسية اللازمة لأن هناك مسؤولية كبيرة لأن قيادتي البلدين تنظران إلى أعمالنا وتتوقع من المعنيين في البلدين تقديم نتاج ملموسة فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم فقد أكد الوفد خلال زيارته لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عن استعداده التام على مساعدة الحكومة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية ودعم مشروع نحضة المنظومة التعليمية بالبلاد وتباحث الوفد أيضا خلال تلك الزيارة التي قام بها إلى وزارة البنية التحتية والنقل وفك العزلة اقترح الوفد للمسؤول الأول بالوزارة محمد عبد الرحمن مقتار كيفية المساهمة في تطوير قطاع البنية التحتية بالبلاد أشيد بالوفد القطري الزائر للبلاد وأكد لكم باسم رئيس الجمهورية عن النية الصادقة للحكومة التعادية في تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين وتطوير عواصر التعاون القائمة على مبدأ الأخوة والصداقة بين الدوحة والعاصمة عن جمينة وأكد أيضا بأن أولويات الحكومة التعادية الآن هي تنفيذ المشاريع المدرجة في برامج الخطط الوطنية للتنمية لعام 2017 2021 وأن موضوع تفعيل دور الشباب والمرأة في نهضة وتنية البلاد أمر له النصيب الأكبر في اهتمامات الحكومة التعادية ولن يتحقق ذلك دون المساهمة الفاعلة لشركائنا مثل قطر هذه الزيارة التي استمرت على مدى 48 الساعة توجت بمعدوبة عشاع نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي على شرف الوفد القطري زائر بقيادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري وقد شهدت أيضا حضور عدد من الوزراء وبعض من كبار المسؤولين برئاسة الجمهورية والمؤسسات الحيوية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة